موسيقى نيتشر مع مارك بيروتة أكيد اليوم عيد البربارة ومارك ما رح يخلي هالمونيسعة بتمرق هيك موشور؟ 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 مارك تعرف شو الواحد بفكر أنه باركة شو علاقة البربارة بالطبيعة وهيكي أنا بحس أنه في كتير علاقة قوية بيناتهم الطبيعة حميت الديسي بربارة بكثير من الأوات أصلا أكيد تخبط مثلا الديسي بربارة كمانا كان فيه يعني أمح مش عم تطلع الكلمة شاندوبلا يعني تخبط فيه تهربته هيك سهل أمح سهل أمح هذه الكلمة فهون يعني في كتير أساس هيك والطبيعة كمانا نحنا مثلا تعرف أنه على العيد البربارة نحنا وقت كمانا بنعم الديكيزمان بنطلع وهيك والنباتات كمانا بيعمل هيدو الأساس في كتير أساس حابي أقولها اليوم منهم في كتير أمثال كمان علاقة بالديسي بربارة وبالتأس وبالنباتات وهيك رح جارب أدما فينا هيك نفرج من كل شيء بدي فرج بالأول كم سورة أن نحنا نفكر أن الديسي بربارة هي بس لمنطقتنا أو للبنان هي أديسة عالمية حتى وين ما كان في منها مثلا هذه السورة هي بألمانيا أول لا؟ نحنا نفكر أنه بالمنطقة هون يعني حولنا هي أديسة جدا مهمة بالعالم كله بألمانيا بفرنسا ما هل حتشوفها هذه السورة بألمانيا لأن هي شفيعي اسمها بربارة؟ أديسة بربارة 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 بذات الشيء هي شفيعية كل المينار مثلا هي شفيعية كل الأرشيتيكت هي شفيعية كل الماتية الصعبين عمال المناجم عمال المناجم بخافه كمان لأنه حتى الجيولوج وخاصة كل شيء اسمه دفع مدنة وأطفائية هي شفيعاته وين ما كان بالعالم المهن اللي فيها خطر مية بمية هون يعني فرجيك كام كنيسة مثلا هيدا هون ببريطانيا كنيسة لأديسة بربارة هيدا هون بفرنسا كمانا فيه كنيس كتير كبار يعني هيدا بتشيكيا كلهم هالكنيسة كتير كبيرة كلهم لبربارة بشو فيها بس أليد العيد البربارة موجود كمان وين ما كان موجود رح فرجيك هلأ كم مشاهدة بيهالنهار بزيت أكيد بزيت النهار دايما وين ما كان رح فرجيك هون مثلا هيدا السابير بوبية تبع فرنسا متهمين لغرب انه بس عندهم هالوين لا لا مش مزموطة هيدا السابير بوبية بفرنسا اللي هي شفاعتهم بيعملوا على هيدا نهار بيعملوا بالكاتر ديسامبر بيمشوا بيعملوا لك في العدرة كمانا بروحوا فيها بيمشوا بس الاحتفال أكتر روحي يعني أكتر تقصي هلأ كمانا فيو ديجزما فيو تنكر لا ديجزما لا بس هيدا عملا مية بالمية هون كمانا منشوف كمانا في اكل خصوصي وهيدا الشغل كتير حلوة يلي هون معروفة فيها بفرنسا بالبروفانس بيزرعوا الكاتر ديسامبر زيت النهار بيزرعوا امح وبدال لون يسقو لتنين ديسامبر بيعملوا على السهل وبيزرعوهم بعدانا هيدا معروف في مصال هيدا متعلان لا بيزرعو بأربعة وبين دو ففريير بعتذير دو ففريير بيزرعو على الأرض بيزرعوها لتنين شباط يعني بكونوا خلص العيد بيزرعو بيزرعو بسرعو وبقولوا أنه إذا زرعته بهذا النهار يعني هيدا المثل عم نشوفه الأمح رح يكون كتير مليح بعدين وكيدا كمانا عندونيها شغل كتير مهمة مبارك بيكون وهيدا الشي بوزعو بسامو بلايدو الإسبرانس بيبيعو بهذا النهار كمانا تيجمعوا مساري لانوالي بيعون يعملوا فيون اكيد شاريتي وكل هالأساس مثل هم نشوف هلأ نحنا عندنا الإسنائلية كمانا يلي تعرف كمانا هالعليقة والمغارة ومعروف وهيكي وهون الشي اللي نحنا بنعمله باللبنان وكمان غير مطاريح اللي بيزرعو أمح تيقولوا أنه ديسل البارة تخبت بهذا الأكيد للأراضي وهونيكي وتخبت وقتا كانوا لحقينا وكل شيء بس زيادة كمانا لأنه هو كمانا شعار كتير مهم للأمح وكيف الطبيعة بيرجع بتخلق وبعدين أكيد بحطوهم كمانا بيرجع هذا الأمح على نوال بحطوها دي مغارة هلأ شعار الثاني كمانا من تقليد لديسيبر بارة من بره جيتنا كمان في كمانا بيتشيكا وكمان بالأرزاس بفرنسا بيجيبوه لوز بقصوه وبشكوه بماء ويحفارجيك الصورة كيف لوز بقصوه غصن غصن لوز مظبوط وبحطوه بصيرو يقصو كل يوم كل يوم كل يوم منو شوية صغيرة وبيقولو إذا واحد عمل هيكي على نوال بتزاهر اكزاكلي اللوز هي بتكون معدما لنا بزهرة وبساعدوها وهو دي البرانش بحطوهم بالبيوت وإذا زهروا بتعني كتير خيرات وأبودانس وهيكي كمانا يعني بيكون عم يزهر الغصن برات الشجرة مية بالمية لانه ينحط من الماء هلأ في كتير أمثال فرن الساوية العلاقة بالهدب الصناع تطلع الماء من مكر الفارا مية بالمية نهون معروف أنه مولا ممكن ما تشتى على عيد المربارة لانه تطلع الماء من مكر الفارا في كتير أمثال يعني ما رح حطهم كلهم كمانا بيقولو بيأخد النهار من الليل خباره مية بالمية يعني بيغطول الليل وبيأثر النهار يعني هيك كمانا بتصير وفي لأنه كنا بنحكي كمانا أنه خلاص بطل في كنت عمره لأنه خلاص رح تشتى يعني البيته ما بقى بيمشي الحال ما بقى رح نعمير كمانا ما في زيارة لأنه جمالا في شتى كتير بالبربارة ما في زيارة مصبوط هو نحنا منروح منزور من بربر بسأن الفكرة كمانا نحنا ايه ما فيش بردنا مية بالمية لا شتى ولا شي تاني صح مية بالمية كمانا أنه خلاص إذا اجه هيدا نهار ما بقى فينا نزرع رجعوا كل اللي بدار تبعكم دبوهم ما بقى مية بالمية وهون بعد من هالأمثال هم نحكي عنهم هلأ كمانا كيف الطبيعة بتتخبى أنا جايب ما اشي بالستوديو هلأ منفرجين هنالليتوبس هولي اللي موجودين هون رح فارشيكي صور كمانا عنهم الليتوبس هنه نبتات هاي نبتة هيدا نبتة ومش بس انه نبتة حفارشيكي هالسورة تانية هيدا مش مشوار على البحر ابدا هون هم تشوفي كمان كيف مخبيين هيدا الليتوبس هنه هولي شو الفكرة تابعون كيف نحنا أنا حبيت عمل هيدا الوصلة يعني نحنا مثلا هلأ منتنكر وهيكا نبتات كمان لا يتخبوا بيتنكروا هولي نبتات يلي هنالليتوبس يتخبوا من الخطر مية 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 زيت الشي فليش بيتخبوا كيف بيتخبوا الليتوبس شوف معي ازا واحد هون بيطلع ماشي هولي دي غالير صح وهن بيقلدوا هالغالير الوفيرون نوع تابعون الهدف هون هو انه الحيوانات مثلا تكون قاطعة ما تشوفون البحث وهن يعيشوا بسلام فإذا فينا الفرجة من الليتوبس يلي معنا اياهن بالستوديو هيك من الفرجة راح فرجيك اونا تعضوه شغلي هي الليتوبس كمانا كيف بيقدروا يكونوا كمانا بعدين بيزهروا يعني هولي هنالنبتات يلي عم تخبوا راح جارب انا فرجة واحدة اوكي وفي هيدا كمان هالغالير بيقدرون اياها بعدين هيدا هون مبينة كيف الليتوبس كيف هم تكون بحثة واللي معي كمانا كاتيا القريبة عليك هي كمانا كتير مبينة انداشا هي الليتوبس يلي هنالنبتات يلي بقلده هالفارم يلي هنالبحثوا هيك هلا انا كمانا جبت معي صورة هون راح فرجي اذا فرجي انا عجيبا صحيح هون الليتوبس يلي عم نشوفهم يلي مية بالمية مقلدة القلب ببرمه هيك مبينة صحيح هون انا حتتها بترعب لوحات تبحث حواليك انا منشوف الفرق راح ارجع للصور تنفرجي انه هيدا النبتة مش بس دعم البحث بتزهر يعني بيطلع منا زهر وكل شي يعني هلا عم نحطونا الصورة عم نشوفها هون بالنسبة لأول نبتة كيف هي بتتنكر يعني هلك هون فسان هي بتتنكر بوقت معين بمكان معين كل السنة كل السنة لتتخبى بهيدا المحيطة العينية هلا الاركيدين عم نشوفهم ام فرجونا ايهن كمان هن بقلده او العصفير او البابيون او حتى اوقات بقلده كمان حتى الدبور والنحلة كل حدا من هول الحيوانية اوقات بالنحلة تفكر انه مثلا الزهرة هي الامسة تبعه لتلقوا الارحيك من واحدة لواحدة بتعيطلهم هيدا الطريقة هيدا الطريقة كمان لتتنكر يعني بالطبيعة كل اشياء كتير يعني مهمة رح فرجيك هلا نرجع على صور ونفرج كمان على شغلة مثلا الفاسي فلورا هلأ منشوفها كيف هي بتعمل كمانا بتجي هون بتجي هي بتحط عمليا البابيون بايد عليها على الورقة اذا بتشوفها كيف هون هلأ هي شو بتعمل هيدا عم تشوفيه هين كيف صفتهم صف صح بس هيدا النبتة عم بتقلد تتفكر البابيون هون هيدا اللي مش بايد مية بالمية هلأ النبتة مقلدة صح صح هلا كمانا اذا بفرجيك نبتة تانية اللي هي هون بشوفهم كمانا اللي هن بسموها الصانديو او الدروزيرا كمانا هون كمانا عم بتقلد نقط تالنبتة تالحيوانات اوقات يعني يجوا عليها بيكونوا اثيري بالرحيك طبعا لهي كمانا تشعب هاي بتكلهم للحشرات بعدها هون واحدة من الطرق يلي بيصيروا عند النابتة تالحيوانات اولو صح شوفي بس هون داشا قوي الاركيدة هيدا الاركيدة هون بسموها هون صور من لبنان كاتيا من لبنان من لبنان هون هم صوروا من لبنان رح فارجيكي صورة هون من بنتاعل هون سلم عجو سينا بتحضرنا هلأ هيدا قريب عبيته الفكرة هون شو عم تقلد هيدا النحلة هيدا هون هالاركيدة مقلدة النحلة سو البوردون اول هو الدكر رح يجي رح يفكر انه هيدا الأنثى ورح يقعد عليها هو بفل بعدين عزهرتين بياخد النكتار او البولان وبحطونا عزهرتين وهيك بيتكاتروا الأركيدة هيدا شوفي قداش حلو من هيدا الميل بتشوفيها زهرة الأركيدة يعني المفروض انه هي قبل ما كانت هيك شكله مع الوقت يبني عملية اوليسيون وبقيد فيه هيدا الفكرة تبعا هون مثلا تشوفي في منهم اللي هو الأركيدة بقلده مثلا زنم صغير تشوفي عن قريب يعني طي خوفه هيدا كله تقليد في الأركيدة اللي بتقلد الباروت مثلا تتفزع اكيد كمان يعني هم نشوفهم كيف بيعملوا قدامنا ولكن قدات طبيعة بتروح بعيد هيدا الدك أركيد نون كمانها مقلدة شكل يعني فيه تنكر بالطبيعة مشوفه ملموس يعني شو بديك شكل موجود مثلا أوركيدة السيمياء اللي هي اللي بتقلد السعدين هنا هم نشوفهم كيف بيكونوا تطلع على الوجوه أنا شوي عم بعجل بس نفرجي المشاهدين يعني أكبر عدد ممكن من هالمخلوقات عن جدي كتير حلوة تكرا عايشة وصورتان من لبنان كمانها باللبنان المتصورة تطلع عليها منيحزة تطلع من البعيد ما بتعرفه إذا منقرب بالصورة هون بتطلع كمان بتشوفه بركة ما عرفنا منتطلع كل زهرة صغيرة هي زلمة تقريبا تطلع عليك شو حلوة كمان يلي هي كمان هيدا من لبنان الصورة كاتيا بس نحنا مش متعلمين نتطلع على الطبيعة صحيح ما منعرفنا شو عامل صح اعفاجيك شي بستوديو من عند كمانا تاكنها هلأ أخذناها منشوفها يلي كمانا هن عمليا كتير من هالنباتات بيعملون شي بيسمون الكارنيفوريس بلعت هاي الأوركيدين اللي طالع عليك شو حلوة كمان عبتقلد بابيون عبتقيد كمانا حشرات تتعيت لهم يعني فيها نجد تنكر كتير قوي أنا اللي معيها هون هي كمانا النيبانتس هيدا نبتة اللي عم نشوفهم هون هن قيرن يعني مثل كأنها تقريبا مثل تقريبا جايبة حتى أو كمانا بريئ فهيدا هون شو هم بتعمل هيدا النبتة هولي هولي منه الوراقة لعنو نحنا شفنا وراقة وهي بتزهر هي بتعمل هول القيرن ليجوا الحشرات يجوا على قلبها بتعيت لهم بريحة طيبة بزحته بقلبه تحت وتحت في ماء هيدا النبتة بتاكل هالحشرات بتاكل إذا بدها حتى جاردون وفارة بتاكل نبتة بتاكلهم بتاكل حتى إذا بدها بزاق يعني لما بيسخط تتغزمنهم يعني صح لأنه هيدا النبتة بتعيش بمطرح فقير بالمعادن سو طريقتها لتاكل هي تتدحك على الحشرات من خلال كمانا كيفية بتتنكر بهالقرن هالي كاكتوس متنا كريم ببير نوال هوا خطرين كتير صح انتبهوا من هالفترة شاء الله تكون حبيت حبيت كتير ودائما عكالحال بنيتشر بنبقى مزهولين مزهولين بكل الفقرة مثل العادة لها القدي في اشياء حلوة بالطبيعة في اشياء ما بنعرفها في اشياء مثل ما قلت نمرق من حدا ونحنا ما بنشوفها بس انت بتشوفها ونشوفها من خيلي لك شوفنا لقلك مارك هلا وقفوا من نجا عمدنا نحنا ويكون الله يتخلكم